سلام مرحبا بكم في فيديو جديد مع تدابير ام قسنطينيا فيديو تعليمنا نتطرق من خلاله الى 22 استعمال الفازلين نعم 22 استعمال على بلي معظمكم ما لابلهم شبه هذه الاستعمالات فاقبل ما نبدأ اشتركي في القناة وعملي لايك وفعل الجرس هكذا باش يوصلك غير جديد اول حاجة حبيت نقول لكم باللي المعلومات اللي رح نقدمها لكم في هذا الفيديو كلها جربتها انا شخصيا وتأكدت من صحتها يعني ما جبتها لكمش من صفحات ولا من جوجل هدي جربتها انا شخصيا بالنسبة للاستعمال الاول للفازلين ممكن انك تستعمليه كمقشير للجسم تستعملي اي نوع فازلين عندك ومن الاحسن انك تستعملي الفازلين لتكون معطرة تكون فيها عطور مختلفة كما انا عندي هذا الفازلين المعطر برائحة الخيار او ممكن انك تستعملي فازلين طبيعي عادي كيفش تستعملي هذا المقشر خلطي القليل من الفازلين مع قهوة او سكر بعدها قمي بوضعها على المكان المراد تقشيره مثلا في الكوعين المنطقة الحساسة تحت الابط بعدها تقومي بحركات دائرية وديري التقشيرتهاك بصفة عادية والابنات هذا المقشر ومقشر رائعة على الفازلين يعني طبيعي ما تخافيش خلاص بالمكونات اللي يحتويها اما بالنسبة للاستعمال التاني للفازلين ممكن انك تستعملي الفازلين كمتبت للعطر في الاماكن اللي تبقى فيهم حط القليل من الفازلين مثل الاذنين مثل المكان النبض وحتى في الرقابة حط القليل من الفازلين بعدها رشي العطر رح تلاحظي انه العطر تعاك بقى لمدة اطول كتر من المعتاد وشي اللي تبس العطر هو هديك طبقة تالفازلين اما بالنسبة للاستعمال التالي للفازلين تقدر تستعمليه قابل استخدام ضلال العيون فاغا بوبياغ كي تجي رح تدري فاغا بوبياغ حطي القليل من الفازلين في جفن العين رح تلاحظي انه رح يدوم لك الماكياشتعك لفترة طويلة مصباح لاشية وتاني حاجة ما تخافيش الفازلين كتحطيها في منطقة العين مش رح تسبب لك حساسية علش لانه الفازلين اصلا يستعملوها اطباء عيون في بعض المرات فما تخافيش خلاص انه يصارلك تهيج للعين ومن الاحسن استخدمي الفازلين الطبيعية اللي تكون بدون عطر اما بالنسبة للاستعمال الرابع للفازلين ممكن انك تستخدميه كعناية لبشرة البيبي استخدمي فازلين طبيعية بدون اي اضافات اخرى كحماية من الطفح والتسلخات الحفاظ وهذا الفازلين يعني تحمي البشرة من الجفاف ومن تهيوجات البشرة كيفش تستعمله اغسل المليح المنطقة بين الفخدين تعطيك فيلك بعدها تبقي الفازلين وقبل ما تبقي الفازلين لازم تكون المنطقة جفة تماما راح تشوفي انه بشرة طفلك راح تولي اكثر رطوبة وهذاك الجفاف مش رح يكون خلاص والاستعمال رقم خمسة للفازلين ممكن انك تستخدميها كمتبت للحواجب وذلك باستخدام فرشات هاد الفرشات تكون مثل هادي هاد الفرشات هي خاصة بالمسكارة قومي بغسلها وتنظيفها جيدا ونحلها هادك سوات المسكارة بعدها عود استعمليها لحواجبك كيفش تبقي الفازلين حطي القليل القليل من الفازلين متكتريش حطي قطيرة فازلين فقط في الفرشات بعدها امشطي حواجبك على الفرشات اللي تحبيها انتية راح تشوفي بلي هاديك الفازلين يعني مع الوقت راح تجف هاديك الفازلين بصح حواجبك يبقاو تابتين وحاجة اخرى يعني الفازلين ماشي غير تبت لك حواجبك راح تنفعك تاني راح تدد لك في الفوليوم تحهم ويصبحوا اكتر غتوا خاصة لتعاني من انه حواجبها خفاف بزاف بالنسبة للاستعمال رقم ستة للفازلين ممكن انك تستعملي الفازلين لشوافرك للروموش فهو مطول رائع رائع للروموش تبقي ايضا بفرشات مثل هادي كل ليلة قبل ما تركدي راح تشوفي نموم روموشك ورح تدد لك تفتحهم مع الوقت ولكن بالمداومة يعني داومي ماشي تديري مرة او اثنين وتقولي يعني هذا ما نفعنيش داومي قلت لك في كل ليلة قبل ما تركدي ديريها ورح تشوفي النتيجة مع الوقت تاني حاجة لبنات حبيت نقولكم كي تستعملي لفازلين استعملي لفازلين طبيعية لتكون بدون عطر هكا باش تضمني انه مايصار لك حتا حاجة في عينيك وتهيوج ما تستعمليش لتكون فيها عطور يعني خاف ونصي جامي تكون عندك حساسية من العطور المكوناة في الفازلين هكا تضمني انه مايصار لك والو وكنصيحة اخرى لبناتها ما تكترش بزاف الماسكرا يعني في الايام اللي تكوني ما عندك والو من الاحسن انك ما تحطي والو في عينيك هكا باش يطوالو شوافرك ويصبحوا اكتر كتفة وما ينصلوش بزاف والاستعمال رقم سبعة للفازلين ممكن انك تستعمليه كموزيل للمكياج وذلك باستعمال قطن قطن مثل هذا يكون هذا دي كوتون ديسك حطي القليل من الفازلين لا تكترش بزاف المكياج كامل ينحي حتى المكياج المقاوم للماء واتر بروف وزيد مليح للبشرة يعني الفازلين تحميها من التجايد في سن مبكر اما بالنسبة للاستعمال رقم ثمانية ممكن انك تستخدميها لتكبير الشفاه تقدري تستخدمي الفازلين الخاصة بالشفاه لتكون في علبة صغيرة مثل هادي وتكون بعدة ادواق تكون هادي تالفارولاكين تاليف خونبواز ولا ممكن انك تستعملي فازلين عادية كيف تستعمليها حطي ملعقة من الفازلين وخلطيها بملعقة من القرفة بعدها تبقيها على شفاتك وخليها لمدة خمس دقائق راح تحسي ان شوية هديك القرفة تحرك في الشفاتين تاعك ولكن دكتو في بليل يكبير الشفاه والاستخدام رقم تسعة للفازلين ممكن انك تستخدميه كعلاج لتقصف الشعر الفازلين هي علاج رائع لتقصف الشعر كيف تستعمليه مثلا قبل ما تدخلي للدوش تبقي الفازلين على الاطراف المتقصفة ما تقسيش فاروة الرأس ديري غير فليبو من تحته وابليكيهم وخليهم لي مدة من عشر دقائق ولا خمستاش ندقيقة لعشرين دقيقة الاحسن بعدها الدوشي بصفة عادية راح تشوفي انه شعرك مع الوقت يعني كل مرة ديري فيها هاد العملية راح تشوفي التقصفات هدو كامل خفو يعني هي رائع بزاف اللي يفروغش والاستعمال الرقم عشر للفازلين ممكن انك تستعمليها كحماية كتجي راح تديري لعطينة يختاعك سبغة الشعر حطي القليل من الفازلين في منبت الشعر يعني بين الشعر والجبهة ما وراء الادونين وخلفية تاع الرأس حطي قليل من القليل من الفازلين هاد الشي راح يحميك من السبغة خاصة ان ابنات اللي يسبغوا شعرهم باللون الاحمر اللون الاسود يعني الالوان القاتمة هادي تلقى صعوبة بزاف في نزعيها كي تكمل السبغة ولكن كتديري لفازلين راح تتهمني من هاد المشكل يعني اسجي سهيلة بزاف و تنفعك راح تتهمني هادوك اللي تخاص لي يبقى لك كم يوم وانتي تحكي فيهم و تنحيهم اما بالنسبة للاستعمال رقم 11 للفازلين ممكن انك تستعمليه كحماية ايضا من طيلاء الادافر حطي القليل من الفازلين على الكنتور تاع الضفر بعدها تبقي طيلاء الادافر بصفاء عادية كيتكملي وينشف الطيلاء راح تشوفي انه هادوك اللي تلتخط راح تتنحالك بسهولة تامة جوست ما تقشريها بركماشي حتى تروحي تمسحي بالدسولفان ولا تجرحي يديك اما بالنسبة للاستعمال رقم 12 ممكن انك تستخدمي الفازلين كمرض طيب للبشرة لتكون حول الضفر حطي الفازلين في هاد المنطقة ودلك كل يوم قبل ما تركديه راح تشوفي انه راح هادك الجافاف من هديك المنطقة خاصة انه معروف هديك البلاسة يدير فيها بونتاف او ما يسمى بالسقف وهذا راجع للجافاف الفازلين راح تحميك من هادك الجافاف اللي تعاني منه معظم البنات والاستخدام رقم 13 للفازلين هو تنخص بالادافر حطيه قليل من الفازلين على الدفر ودلكه حطيه كل يوم وبقي دلك لمدة خمس دقائق راح تشوفي انه ادافرك اصبحت اكثر قوة خاصة للبنات اللي يعانيوا منه من هششة الادافر يتكسروا لها بزا فتفارها الفازلين راح تعطيك قوة كبيرة ولكن داومية لها ماشي كما قلت لكم تستعملي مرة او اثنين وبعدها تقولي ما كانش نتيجة الاستخدام رقم 14 الفازلين مليحة للخطوط البيضاء هاي الخطوط البيضاء كان بنت بزا في عينيو من هوم لفيرجي تيوغ حطي شوية من الفازلين على هذيك الخطوط البيضاء وديري بحركات دائرية بطريقة او مع الوقت راح تشوفي باللي هذيك الخطوط البيضاء بدات تختفي يعني ما تروحش نهائيا نهائيا ولكن بتقل الحدة تاحا وحتى للخطوط الحمراء ماشي غير الخطوط البيضاء انا جربت الفازلين للترطيب فقط ولكن لاحظ انه هذيك الخطوط خاصة اللي تكون ما بعد الولادة تنقص يعني بصيفة عجيبة يعني هذي الفازلين رائع وخير من هذوك المنتاجات اللي تشيريهم بثمن جد غالي خاصة تاع ليفيرجي تيوغ يجوغاليين بزاف وكان بنات بزاف يشكيوا باللي معطاوهم حتى نتيجة رغم السعر المرتفع والفازلين يدير غير خمسالاف ستالاف سبعالاف يعني سيرتاحا سيرتاحا بخص جدا اما بالنسبة الاستعمال رقم خمستاش ممكن انك تستعمليها لشد الترهولات الموجودة في الجسم يعني من الاحسن استخدمي فازلين تكون معطارة هكا باش تبقى ريحتك مليحة وتدخل مليح في الجسم وما ممكن تتعرقي راح تخرج رائحة زكية هاد هاد التاريقة جد جد رائعة كيفاش تديري حطي القرن الميناء الفازلين في المكان المتراهل مثلا منطقة البطن وبعدها شد يعني كتكوني تدلكي دلكي الشبحي مليح يدك وطلعي يعني من الاسفل الى الاعلى ممكن انك ايضا تدلكي بها منطقة السدر تعتبر مكبر للسدر تاني تقدري تستعمليها في منطقة الارداف تاني ادلكي هذيك المنطقة ولكن ديريها هاد الحركة ديريها كل يوم وقبل ما ترك دي وراح تشوفي النتيجة والاستعمال الرقم 16 ممكن انك تستخدمي الفازلين لسنع احمر شفاه خاص بك كيفاش تستخدميه حطي هذي القليل ميناء الفازلين قسم ملعقة او ملعقتين بعدها المكوين التاني اذا كان عندك ضيلة العيون فغابو بيغ ما تحتاجش فيه لون وردي لون احمر اللون اللي تحبيه انتيا بعدها فتتي هذيك الفغابو بيغ رديها كبودرة بعدها احكمي هذيك المغرف اللي فيها لفازلين عرضيها على النار هادئة جدا او تحت شمعة من الاحسن تحت شمعة بعدها ضيفي هذيك البودرة ديلال العيون وخلطي مليح بعدها حطيها في علبة صغيرة للاستعمال اليومي بعدها حطيها في التلاجة لمدة 24 ساعة من الافضل هكا بش يجمد وعودي استعمليه بصفة عادية وتقدري حتى تديري عدة الوان اخرى والاستخدام رقم 17 لبنات ممكن انك تستخدميها لترطيب الرجلين انا رجلين نقصد بيهم هذيك منطقة الكعبين كاين بنات بزاف يعانيوا من تشقق وجفاف هذيك المنطقة ولكن بالفازلين رح تتهني من هذي المشكل خاصة هدا مشكل شوية محرج لبعض البانات خاصة في فصل الصيف ما تقدرش تلبس دي كراكات ما تقدرش تلبس دي صندال بصبت هذي المشكل كيفاش تديري لفازلين حطي كل ليلة قبل ما ترك دي حطي القليل من الفازلين والدلكيها في هذيك التشققات الدلكيها مليح مليح حتى تتشرب هذيك التبقاء الزيتية على الفازلين بعدها البسيجاوارب ما تخليش ترشليك عريانين هكا بش تكون نتيجة افضل البسيجاوارب ودوميا لها كل يوم رح تشوفي انه هذيك المنطقة يعني تتهني ما بقاتش مقشرة وجفة وما بقاتش فيها هذيك التشققات الاستعمال رقم 18 ايضا الفازلين ممكن انك تستعمليها كمسهل لارتداء المجوهرات مثلا اذا كان عندك خاتم صعب عليك انك تلبسيه او صعب عليك انك تنزعيه حطي القليل في منطقة هذيك الخاتم ورح تشوفي انه الخاتم انتزع بسهولة تامة بلا ما تجرحي روحك وتاني اذا صعب عليك انك تلبسي دي بوكل دوغي حطي القليل في هذيك المنطقة الحادة اللي تكون في البوكل دوغي في حلق الادنين ودخليها في تقب الادن احتيو فيها انها تدخل بسهولة ومش هتسبب لك حساسية ومش هترجرحك خلاص والفازلين عندها استعمالات اخرى ماشي غير في استعمالات تجميلية ممكن انك تستعمليها لاغراض منزلية فمثلا تستعمليها كملمة للمنتجات الجلدية الطبيعية اللي تكون في غير تاب الكوير وذلك باستعمال قطعة قماش تكون نظيفة ولا حتى بقطن قطنة حطي فيها القليل من الفازلين وفوتي على الساكامالي عندك من جلد حقائب ديفاليز ممكن حتى احذية هي احسن من هذيك السيراج ليتلق السواد وممكن حتى انه يتخلك ملابسك فالفازلين هي ملمع رائع للمنتجات الجلدية الطبيعية وممكن حتى انك تستعملي الفازلين لتلميع اسطح الخشب يولي انضيف ولا مح يولي يشعل تاني بقطعة قماش نظيفة فالفازلين هي رائعة رائعة للتنظيف فالفازلين هي استعمالات متخطرش على البال والاستعمال الاخير مثلا اذا توسخد لك ملابسك بماكياج احمر شيفه مثلا فندودة ماسكارا حطي القليل من الفازلين على هذيك اللطقة او هذيك البقعة دخليها مليح في القماش بعدها اخصلي بصفة عادية يعني اخصلي كما تخصلي القش عادي راح تشوفي هذيك البقعة زالت تماما الابنات راكم تلاحظوا كل مرة راكم استعمال يزيد يخرج استعمال اخر انا هذه الاستعمالات يعني عرفتهم من تجاربي اليومية حتى انتم ما كي تستعملوها كل مرة راح تزيدوا تكتشفوا استعمالات اخرى يعني الاستعمالاتها ما يخلصوش تلمو فيها فوائد كبيرة اللي عجبتني انا بزاف هي الفازلين الطبيعية هذي بدون رائحة وبدون اي اضافات اخرى هذي هايلة ممكن حتى تلقاه في السوق انواع اخرى انا كانوا عندي انواع بزاف يعني مش متوفرين عندي دركة من قبل كانت عندي الفازلين اللي خاصة بالواجه تكون بمأ ورد كاينة تعال ليمون كما هذي تعال خاصة بشيفة اللي تجي هكا في علبة صغيرة هذي تجيب بلوغو تعال فخيز كاين تعال فرامبواز كاين تعال برتقال كاين اللي تكون خاصة بالجسم فيها فيها عطور تعال الخيار تعال ليمون تعال برتقال يعني الفكها اللي تحبيه كاين حتى اللي تكون خاصة بالرجلين كاين اللي تكون خاصة باليدين اللي تنعيم اليدين يعني عندكم بزاف له شواء فلافازلين هايلة البنات هادلا فيديو درتها تحت طالب احدى المشتركات طلبت مني استعمالات الفازلين راي نقول لك باللي لبيتلك طالب تاعك واللي عندها اقتراحات اخرى حطيهم لي في تعاليق وعلى شلالة وفي الاخير نقول لكم اتهلوا في روحكم وانتلقوا في فيديوهات اخرى وافادة جديدة انا راني هنا للمساعدة ونقول لكم تحياتي لكم وسلام ونتنسوش الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه سلام اشتركوا في القناة